مرحب بكم مرة تانية عزيزي المشاهدين عايزين نقول ان المكسب حلو وخصوصا في مباريات الدربي كلنا بنحس بيه سواء كلعيبة او كجمهور ولكن في الاخر عايزين نقول ان المكسب ده بثلاث نقاط زيه زي اي مباراة احنا عدينا مباراة رجالتنا قدموا عرض اكتر من جاية ولكن الفترة اللي جاية مهمة جدا احنا دلوقتي نقدر نقول ان احنا كمان يومين بعد بكرة عندنا ماتش تاني عندنا ماتش مع سموحة وبعدين بيومين بثلاث نقط وبعدين بعديها بيومين عندنا انبي بثلاث نقط احنا خلصنا ماتش مهم جدا ومكسب حلو جدا ولكن في النهاية الفرحة ما تاخدناش قوي ودي لعبت النادي الاهلي سمتهم يعني من سمة لعبت النادي الاهلي طول العمر ان انت لما بتكسب مباراة بتفرح لما بتكسب مباراة ديربي بتفرح ولكن الفرحة ما تزيتش عن الحد اه انت لك حق انك تفرح بالمكسب بتاع النهاردة لك حق انك تفرح باداء الشرط الاول لك حق انك تفرح بالمجمل ان انت طلعت كسبان الحمد لله رب العالمين مكسب كويس قربت المسافة شوية بس في الاخر خالص هو ماتش بتلاتة بونت فريق الزمالك فريق كبير مكسب بتلاتة بونت في الاخر تلات نقط عندك ماتشات تاني او ربع نبص للي جاي باللعيبة دي بالمجموعة اللعبة النهاردة بالرجالة اللي عوضت الغيابات بتاعت النادي الاهلي النهاردة اللي احنا ما حسناش بيها يمكن الشرط التاني ابتدنا نحس بيها ده وضع طبيعي لان لعيبة النادي الاهلي اللي فرحتنا النهاردة عملت مجهود فوق العادة الشوت الاولاني الشوت الاولاني لو لو بصيته كان وان سايد جيم يمكن زي ما قالوا الكبات كان ممكن اني شوت الاول تلاتة واربعة وخمسة فمكسب النهاردة كلنا فرحانين ولكن دخلنا في يوم جديد نبص بقى على الماتس اللي بعد